أعرف حركة الوثيقة بكام؟ بعشرة جنيه يعني حضرتك المواطن الطبيعي يقدر أنه يحوش في الدهب أقل رقم إيه بقى؟ أقل رقم عشرة جنيه؟ ودي يشتروا إيه دول؟ أيوة الوثيقة دي لا تمثل أي شيء لا تمثل أي شيء بس بالنسبة للناس كتير أنا عايز أحوش 200 جنيه في 300 جنيه في 400 جنيه كل ما يبقى معي فلوس أقدر أشتري هل الراجل ده المواطن ده يقدر أنه يشتري دهب جرامات؟ ما يقدرش؟ لازم يقعد يستنى غاية لما يكون مبلغ كبير ويقدر أنه يروح يشتريه يبقى أنا عملت هنا كده إيه؟ ديمقراطة الاستثمار في الدهب أو ديمقراطة الإضخار في الدهب يبقى أنا النهاردة قدرت أن أخلي الناس بأقل مبالغ تشتري زيها زي الناس اللي عندها ملاقة مالية عالية جداً وتقدر تاخد الإكسبوجر بتاع الدهب عملنا حتة تانية عشان حتة الحركة أتكلمت فيها عشان الحتة بتاعت المصريين مصريين يعني يمكن أنا وأنا بتكلم مع أزمة العالمية قالوا لي خلي بالك التجربة دي لما جينا طبقناها في كام دولة لقابلتنا مشكلة في الثقافة أن الناس بتحب تمسك المعدن الأصفر بقديها طبعاً فبالتالي تفادينا كده بإيه؟ إن إحنا فتحنا باب الاسترداد العيني يعني لو عايزة تديني الوفاء واتخدي في مقابلهم دهب حديهم لك دهب ترجمة نانسي قنقر